أنا لم أعد أسعى لغيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا مرحبا فيكم أخوان المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم اليومي في برنامجكم اليوم السعادة الحقيقية عبر قناة إثراء واليوم موضوعنا موضوع شيق وهو السياحة الدينية تابعونا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك أنا لم أعد أسعى يا مرحبا فيكم أخوان المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا اليوم نسمى أن تقدم السياحة الدينية موضوع عجيب قريب شلون؟ واحد يسأل هل في سياحة دينية؟ نعم في سياحة دينية طبعا السياحة الناس ينتظرونها بفارغ الصبر ينتظرونها انتظارا طويلا في الصيف وحيانا في إجازة انتصف السنة ينتظرون هذه السياحة وهي السياحة المعروفة عندكم يسافرون إلى البلاد الإسلامية من أجل التغيير من أجل الجو الحلو من أجل شراء البضائع وغيره من الأمور هذه السياحة طبيعية والكل يبحث عنها والكل يحط عليها ما عليه ما دونه من الأموال عساس انه يسافر إلى البلاد التي هو يريدها ولكن هناك سياحة وعبادة لله عز وجل عبادة دينية قليل من الناس من شعر بهذه السعادة وهي السياحة الدينية في ناس إذا أنت رايح تسافر على أساس تغير الجو الجميل الأكل الطيب تغير حياتك تكسر روتينك وحيانا بعض الناس يدفعون ألفين ثلاث تالاف أربعة تالاف من أجل هذه السعادة لكن في ناس يسافرون على أساس إعانة المرضى مساعدة الفقراء مساعدة المساكين وإيصال الزكاة إلى أهلها وكذلك الصدقات والأعظم من هذا كله الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى الله يسافر يترك أهله وعياله وجماعته وبالصيف أنت تروح السافر للسياحة وهو يسافر للعبادة لله عز وجل سفر لله عز وجل من أجل أن يعين هؤلاء الفقراء والمساكين ولكن يعلم الله أن هذا الذي يسافر لوجه الله عز وجل يشعر بسعادة قد لا تصل إليها أنت لماذا؟ لأنه قد جمع ما بين السياح والأجر مع الله عز وجل إن أخلص النية لله عز وجل يذهب إلى الفقراء والمساكين أنت ولاحظوا ناس مشهورين سافروا وراحوا دائما تراهم مفتشمين دائما مرتاحين دائما راحتهم في إعانة الفقراء والمساكين ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة يسر الله عليه في الدنيا والآخرة شيء عظيم هدفه أيضا إدخال السرور في قلب هذا الفقير والمسكين إدخال السرور هذا الفقير والمسكين ترى أعظم سعادة وهذه هي فعلا السعادة الحقيقية تشعر بها خارج البلاد وداخل البلاد تبيني أبيلك شنو هذه السعادة في ناس أنت تعرفونهم هاجروا إلى أفريقيا من أجل الدعوة إلى الله من أجل إعانة الفقراء والمساكين وفي ناس يسافرون إلى شرق آسيا انظر إلى وجوههم ضاحكة مبتسمة دائما ما شاء الله من أجل إعانة الفقراء والمساكين وناس قتلوا غدرا وكانت سفرتهم من أجل إعانة الفقراء والمساكين ودعوة إلى الله عز وجل فما هو فضل الدعوة إلى الله عز وجل والرحلة الدينية تابعونا بعد الفاصل عدنا والعود أحمد يا مرحبا فيكم أخوان المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم وفي موضوعنا اليوم الشيق السياحة الدينية وكما ذكر وانا أنسب الفضل صاحبه المخرج زهر الله خير قال هذه السعادة السفر من أجل إعانة الفقراء والمساكين هذه سعادة دائمة سعادة دائمة في حياته ولكن هناك سعادة مؤقتة وهي السياحة المعروفة وفعلا سبحان الله هذه السعادة تجدها في الدنيا وفي الآخرة السعادة والسياحة الدينية تجدها في الدنيا والآخرة من أعظم طرق الدعوة إلى الله عز وجل أنك تخلص النية لله عز وجل إخلاص النية في دعوتك لله عز وجل وفضل عظيم عندما تسافر من أجل الدعوة إلى الله عز وجل هكذا كان السلف الصالح بل هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث من؟ بعث معاذ ابن جبل رحمه الله إلى اليمن فقال إنك تأتي قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دعاة يدعون إلى الله عز وجل يحتسبون الأجر قد تركوا أولادهم وأحبابهم وخلانهم لله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأتي قوم فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وفي يوم من الأيام من حديث سهل بن سعد الساعدي أبو العباس رضي الله عنه صحابي جليل انحبهم الصحابة الكرام يقول في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى هذا الحديث يقول أين علي أين علي يسأل عن علي بن نبي طالب رضي الله عنه الرسول كان يحبه يحبه الرسول ويحبه الله عز وجل وهو يحب الله ويحب الرسول شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ولا شك بذلك قال أين علي فقال إنه يشتكي عيني عين فيها قد يكون فيها مرض أو فيها شيء فأرسلوا إليه يعني نادوا علي بن نبي طالب رضي الله عنه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك وقبل أن يقول ذلك قال أعطينا رجلا الراية اليوم رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية شهد من الرسول إن النبي يحب علي بن نبي طالب رضي الله عنه انفذ على رسلك وادعهم إلى الإسلام فوالله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلام هذا فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أنفس الأموال في ذلك الزمن خيروا لك من حمر النعم الدعوة إلى الله عز وجل الدال على الخير كفاعله لكن أنا ودي أبين أو أوصل معلومة لك الدعوة ليست فقط خارج البلد الدعوة ترى داخل البلد موجودة تحتاج إلى أخلاص نية لله عز وجل أنا بعطيك بعض الأمثلة الحقيقية والواقعية التي صارت وكان سببا في هداية كثير من الناس واستقامتهم على دين الله عز وجل وأقول لك كلمة كلمة عادية أو معادية كلمة اسمع هذه الكلمة إفلان قوم حق صلاة الفير ما رأيك بالكلمة هذه واحد يقول كلمة عادية لكن هذا الموقف وهذه الكلمة قيلت لأحد الأشخاص وشوف شنو صار بعد هذه الكلمة بعدها كلمة شوف شنو الفضل العظيم جاء رجل في هذا الزمان والرجل لحد لا موجود عسى الله يطول بعمره ينفع به الإسلام المسلمين وكذلك الرجل الذي قال لهذا الشخص قوم حق صلاة الفير قال يفلان يفلان قوم حق صلاة الفير يفلان تنسى صلاة الفير وطلع ومشه يقول الشخص اللي كان نايم يقول هذه الكلمة كلمة عادية لكن حط ببالك الكلمة أيّا كانت إن خرجت من القلب وصلت إلى القلب فقال له قم لصلاة الفجر يقول وقعت هذه الكلمة في قلبي قام حق صلاة الفير ولله الحمد الرجل استقام على دين الله ومن المحافظين على المسجد وكان هذا الشخص اللي قام حق صلاة الفير سبب في توفيق أحد القراء المعروفين في دولة الكويت وهذا الشخص القارئ له برامج كثيرة بسبب كلمة قم لصلاة الفجر كلمة بسيطة ولكنها عظيمة عند الله عز وجل وقعت من القلب إلى القلب نسأل الله عز وجل أن نكون من السعداء ومن من يتقبل الله عز وجل أعمالهم في هذا الشهر الفضيل والله تعالى أعلم وصل اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة